السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الله بالصف الرابع سنأخذ اليوم سوية يا رابع درسنا لهذا اليوم حتى لا تضيع المرؤة خذنا الحصة الماضية الاستماع والتحدث العنوان من قصص العرب والآن سنأخذ حتى لا تضيع المرؤة طبعا قصة رائعة سنسمعها سوية كما نشاهد في السورة نعم خلينا نقرأ استمعوا لأن الدرس سيكون واجب القراءة قراءة جيدة بالحركات ونسخ الدرس بالحركات أيضا نسخ الدرس بالحركات واجب يروى أن فارسا من العربي اشتاز بادية اشتد فيها القيض القيض معنى الحر معنى القيض أي الحر حتى صارت رمالها مثل الجمر فلقي في طريقه رجلا يمشي حافيا لقي رجلا يمشي حافيا رق له الفارس فنزل ودعاه إلى الركوب مثل ما إحنا شايفين هذا هو الرجل اللي ماشي حافي وهذا الشخص الفارس هذا الفارس الذي كان يقول الفرس إذن سأقرأ بعدين يتم الشرح إن شاء الله نعم فلقي في طريقه رجلا يمشي حافيا رق له الفارس فنزل ودعاه إلى الركوب على جواده لكن هذا الماشي كان لصا من لصوص الخيل فما إن تمكن من ظهر الجواد حتى عدا به عدا يعني ركض حتى عدا به فناداه صاحب الجواد لقد وهبتك الجواد ولن أسأل عنه بعد اليوم يعني حكاله وهبتك يعني عطيتك عطيتك الجواد لوجه الله تعالى ولن أسأل عنه بعد اليوم ولكنني أطلب إليك أن تكتم هذا الأمر حكاله لكن لا تحكي عن هذا الأمر كي لا ينتشر بين قبائل العرب وهي الصرقة أنه صرق الجواد فلا يغيث القوي الضعيف ولا يرق الراكب للماشي أي لا يعطف عليه فتزول المرؤة فتزول المرؤة يعني الأخلاق فلما سمع اللص كلامه تملكه الحياء أي الخجل شعر بالخجل وأعاد الجواد إليه ولم يرضى أن يكون سببا في ضياع المرؤة بين الناس لذلك عنوان درسنا حتى لا تضيع المرؤة حتى لا تضيع المرؤة إذن سأشرح الآن ما قرأت يروى أن يحكى أن هناك فارسا كما نشاهد في الصورة من العرب اجتاز بادية اجتد فيها القيض يعني اجتازة يعني قطعة البادية هي أرض الصحراء أرض الصحراء اجتد فيها القيض أي اجتد فيها الحر حتى صارت رمالها مثل الجمر حمراء مثل الجمر فلقي في طريقه رجلا يمشي حافيا رجلا يمشي حافيا نعم فرق له الفارس أي رق قلبه ضعف قلبه فنزل ودعاه إلى الركوب نزل عن الفرس ودعاه أي نداه ليركبه على جواده أي على حصانه أو فرسه لكن هذا الماشي كان للأسف لصا من لصوص الخيل يعني كان لص يسرق الخيول فماء تمكن من ظهر الجواد يعني ماء ركب على ظهر الجواد حتى عدا به يعني ركض به فناداه صاحب الجواد لقد وهبتك الجواد يعني حكاله أني أنا أعطيتك الجواد ولن أسأل عنه بعد اليوم يعني وهبه إياه أي أعطاه إياه ولن يسأل عنه ولكنني أطلب إليك شيئا طلب منه شيئا حتى لا يحدث وينتشر بين العرب أن يكتب هذا الأمر يكتب أمر السرقة كي لا ينتشر بين قبائل العرب وتصبح السرقة كثيرة فلا يغيث القوي الضعيف حينها لا يغيث أي لا يعني استنجيه القوي الضعيف ولا يرق الراكب للماشي يعني حتى الراكب لا يرق أو لا يضعف قلبه أو لا يعطف عليه ويجعل الماشي يركب فتزول المروءة يعني تذهب الأخلاق فتذهب بهذه الحالة الأخلاق لما سمع اللص كلامه تملكه الحياء أي شعر بالخجل وعاد الجواد إليه أرجع الجواد إلى الفارس ولم يرضى أن يكون سببا في ضياع المروءة بين الناس لم يرضى أي لم يقبل على نفسه أن يكون هو السبب في أن تضيع المروءة وتضيع الأخلاق بين الناس نعم يا رابع استمعتم إلى القصة عزائي الآن سأتي إلى الصفحة المقابلة ألفظ كلا مما يأتي لفظا صحيحا القيض رق المروءة تملكه لم يرضى لم يرضى هذه لم يرضى طيب وين الألف المقصورة؟ محذوفة يا رابع لأنه سبق بحرف جزم لم حرف جزم إذن هنا يرضى فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف حرف العلة إذن يجزم حرف يجزم الفعل المضارع بالسكون إذا كان صحيح الآخر لكن إذا كان آخر حرف علة وحروف العلة أنت تعرفوها الألف والواو والياء الألف والواو والياء هذه أحرف علة إذا كان آخرها حرف علة وسبق بحرف جزم فإن الفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة نعم اقرأ العبارة الآتية منتبهاً إلى الكلمات التي فيها ألف تنطق ولا تكتب نتذكر يا رابع الكلمات التي فيها ألف تنطق ولا تكتب لكن هذا الماشي كان لصاً من لصوص الخيل وين الكلمات التي فيها ألف تنطق ولا تكتب ها هي ضعوا عليها دائرة لكن وهذا نضع عليها دوائر يا رابع معاني المفردات والتراكي انتقل معي إلى معاني المفردات والتراكي واحد اختر من الشكل المجاور المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة بدنا نختار للكلمة الملونة معناها من الشكل المجاور ألف ألف يغيث القوي الضعيف يغيث القوي الضعيف سأقرأ أولاً بها اشتاز الفارس بادية اشتد فيها القيض جيم أطلب إليك أن تكتم الأمر طبعاً المربع اللي عندي المقابل الحر تخفي يساعد ترجلة ما معنى يغيث يغيث القوي الضعيف هل معناها الحر تخفي يساعد ترجلة إذن يغيث معناها يساعد يغيث معناها يساعد وصلها معها با اشتاز الفارس بادية اشتد فيها القيض قلنا القيض معناها الحر القيض هو الحر نعم احسنتم جيم أطلب إليك أن تكتم الأمر أن تكتم الأمر معنى تكتم معناها تخفي تكتم أي تخفي نعم وصلها معها يا رابع سؤال اثنين ضع دائرة حول الكلمة المخالفة في كل مما يأتي ضع دائرة حول الكلمة المخالفة حطوا لي خط تحت كلمة الكلمة المخالفة نعم الجواد الحصان عندي عدة كلمات هذا السؤال يا خامل يا رابع عفوا رابع هذا السؤال ممكن أنكم تقدروا تلعبوا لعبة تكتبوا عدة كلمات تكون نفس بعض على ورقة أنت وأخوك اكتبوا عدة كلمات وخلوا كلمة مختلفة نعم ويحاول أخوك يعرف شو الكلمة المختلفة العبوها عملوها لعبة إذن الجواد الحصان الفرس الغزال الجواد هو نفسه الحصان هو نفسه الفرس إذن شو المختلف عندي؟ الغزال أحسنت إذن عندي أخذ منح أعط وهب منح نفس معنى أعط نفس معنى وهب شو الكلمة المختلفة؟ أخذ أخذ مخالفة أحسنتم سؤال ثلاثة ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة معنى بادية في قولنا اجتاز الفارس بادية شو معنى اجتاز الفارس بادية؟ شو معنى بادية؟ نعم ما معنى بادية؟ هل معنى البادية الطريق الظاهرة؟ ولا معناها الأرض في الصحراء؟ أو معناها القرية المشهورة؟ إذن معنى بادية هي الأرض في الصحراء الإجابة با الأرض في الصحراء تملكه الحياء تعني معنى تملكه الحياء هل تعني شعر بالخجل أم شاهد حية أم عاد إلى الحي لا بالتأكيد معناها شعر بالخجل الحياء هو الخجل إذن هو الشعور بالخجل نأتي الآن إلى السؤال الرابع أكتب مقابل كل تركيب مما يأتي معناه من الشكل المجاور تمكن منه نكتب معناها من المربع عدا به رقله المربع اللي عناه أو الشكل المجاور عطف عليه قدر عليه رقض به طيب تمكن منه ما معناها تمكن منه أي قدر عليه قدر عليه نكتبها بالفراغ يا رابع ارجعوا اكتبوها مرة ثانية بعد ما توصل عدا به ما معنى عدا به أي رقض به عدا به أي رقض به رقله 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 معناها عطف عليه وصلها ونكتبها كمان بالفراغ سؤال الخامس عد إلى درس القراءة وابحث في الفقرة الثالثة في الفقرة الثالثة عن كلمة بمعنى ما تحته خطف العبارة لم يرضى الرجل أن يكون سببا في ضياع محاسن الأخلاق كلمة محاسن الأخلاق حكالك عد إلى الفقرة الثالثة وابحث عن معناها محاسن الأخلاق الفقرة الثالثة إذن عندي هاي الفقرة الأولى هاي الفقرة الثانية الفقرة الثالثة هنا آخر سطر أنص فلما سمع اللص كلامه تملكه الحياء وأعاد الجواد إليه ولم يرضى أن يكون سببا في ضياع المرؤة بين الناس إذن ما معنى ما هو معنى محاسن الأخلاق محاسن الأخلاق معناها المرؤة أحسنتم المرؤة اكتبوها فوقها المرؤة إذن لم يرضى الرجل أن يكون سببا في ضياع المرؤة هي نفسها في ضياع محاسن الأخلاق إذن عزيزي رابع أتمنى أن تقرأوا الدرس قراءة واضحة سليمة بالحركات وتنزخ الدرس بالحركات أيضا ترجمة نانسي قنقر